اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة افتتحات اليوم الجولة السابع عشر من الدوري الاردني لكرة القدم بلقاء الجزيرة والبقعة والذي انتهى بالتعادل السلبية بين الفريقين ويأتي هذا اللقاء بعد ان بدأت الفرق مرحلة الدوري من المرحلة السابع عشر ولم يتمكن اي من الفريقين من هزء شباكة الاخر وسنحت في الشوط الأول فرصة للجزيرة لحراز هدف التقدم من ركلة جزاء الا ان احمد سمير اضعها ليحقق الفريقان التعادل الثاني لهم على التوالي فيما تشير المباراة المقامة حاليا والتي تجمع الفيصل مع ذات راسة الى تقدم ذات راسة بهدف مقابل لشئ هذا وتستكمل لقاءات الاسبوع السابع عشر يوم غدا باقامة لقاءين الاول يجمع الوحدات وشباب الاردن في قمة مباريات هذه الجولة المثيرة الوحدات يسعى الى نفض غبارة الخسارة التي مني بها الاسبوع الماضي امام المنشية بهدف دون رد ويعي المدير الفني للمارد الاخضر الكابتن عبدالله ابو زمع ان مزيد من نزف النقاط قد يفقده الصدارة اما شباب الاردن فيأمل الى تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط والتقدم على سلم الترتيب ويسبق هذا اللقاء مباراة الاهلي واتحاد الرمثة افتتحت بطولة ارفع رأسك انت اردنية الكروية والمنظمة من قبل بلدية الزرقاء احتفالا بالاعياد الوطنية كيوم الارض ومعركة الكرامة وبدأت فعاليات البطولة يوم امس وتستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة العديد من الجهات في المحافظة كالدفاع المدني والأمن العام والدرك وبلدية الزرقاء والهاشمية والصيفة وغيرهم وشهد حفل فتاح حضورا رسميا مميزا لعدد من ابناء المحافظة نظمت لجنة الشباب والرياضة النيابية ورشة عمل بعنوان شغب الملاعب لمناقشة اسباب الظاهرة والواجبات الممنوحة للجهات ذات العلاقة لمعالجتها في الملاعب واشار المتحدثون خلال الورشة الى ان شغب الملاعب في الاردن لم يرتقل المعنى الكامل الذي تحمله كلمة شغب والتي تحصل في الملاعب العالمية وعرض العميد عيسى العلاو نأمين عام الاتحاد الرياضي للدرك في الجلسة الافتتاحية مهام قوات الدرك في اقامة المباريات المحلية والتي اتصل الى درجة عالية من الاحترافية ومن جهته اثنى نائب رئيس اتحاد كرة القدم المهندس صلاح صبرة على تعامل قوات الدرك قبل ان يستعرض بعض المسببات ومن ضمنها غياب البنية التحتية المناسبة للملاعب سيدة واجي طبعا قلنا نذكر المجد النواب فعالية هي فكرة حلوة موجودة لجنة عندهم معنية في رياضة الاردنية بس غير مفاعلة ولكن المرة هذه الحمد لله لخت تمام برأستها بدأت تشتغل على شيء فعالية احنا نعاني منه وحتى احنا كان في السابق انه انا طرحت موضوع مش خلنا نقول نظري وانما عملي في امن الملاعب حتى بيين الجهد والمعاناة لقوات الدرك يعني مش هم كثير من الاشخاص بكروا انه الاجراءات بالسير سهلة من رؤية انه ما فيه تعم ما فيه اجراءات مصاريف ما فيه اجراءات سابقة قبل ما تسير مباراة المحاضرات بالسير قضية شغل الملاعب الجميع بيحكي انها مش ظاهرة لكن يجب ان نحطط لهذه الظاهرة لكن للأسف عدد كبير من الندوات ورش العمل عقدت حتى الان لكن لم تكلف اي جهة من اللي تم تحديد انها مسؤولة عن مواجهة ومكافحة شغل الملاعب حتى الان بانها تدرس او انها تتخلص من النقاط السلبية اللي بتساعد على الخروج من هذه الظاهرة باستثناء حسب وجهة نظر الشخصية بعض القضايا للحكام الاعلام وايضا الاجراءات الامنية فيما يتعلق بقوة الدراك هناك تحسن ملحوظ واصل ايكس مستردام نزيف النقاط في الدوري الهولندي لكرة القدم بعد سخوطه في فخ التعادل امام مضيفه اترخت بهدف لكل منهما في المباراة التي يقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة تقدم ايكس عن طريق رامون لوفين في الدقيقة الحدية والخمسين قبل ان يتلقى البطاقة الحمراء ويغادر الملعب في الدقيقة السابعة والثمانين ليستغل اصحاب الارض هذا النقص العددي ويحرز التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين بهدف جاء من امضاء المدافع ماركيت ليضمن لفريقه نقطة على اقل تقدير في هذه القمة الكبيرة وصل المصنف الاول عالميا نصير بنوفاك جيكوفيتش التألق في علم الكرة صفراء وحصد البطولات بعد ان توجه بلقب بطولة ميامي للتنس على حساب البريطاني اندي موري في المباراة الختامية من بطولة ميامي جيكوفيتش حسم المباراة لصالحه بمجموعتين مقابلة واحدة بواقع سبعة لستة وثم ادرك موري التعادل بستة لاربعة وبعدها خاسر الشوط بستة لصفر ليحرز الصربية اللقب الخامس له في تاريخ مشاركاته في ميامي والثالث هذا الموسم بعد بطولة استراليا المفتوحة وانديانا ويلز وملحقا الخسارة العاشرة له على التوالي في البريطاني اندي موري اشتركوا في القناة